السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في درس جديد من سلسلة تعلم اللغة الإنجليزية من السفر معكم ميس أميرة ودرسنا النهاردة بانوان كلوزيس ملابس كلوزيس الملابس كلوزيس الملابس شيرت تي شيرت أو كميس شيرت شيرت س-H-I-R-T شيرت شيرت س-H-I-R-T شيرت جيبة أو جونيلا شيرت شيرت س-K-I-R-T شيرت شيرت هات كبعة هات هات H-A-T درس فستان درس D-R-E-S درس معنى فستان درس D-R-E-S لما بيجي حرفين وراء بعض نفس الحرف متكرر بنقول عليه دابل D-R-E-S جاكت 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 ج-A-C-K-E-T سويتر كميس شتوي سويتر 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 I-A-E-S شوز هزاء هزاء شوز S-H-O-E-S باك شنطة أو حقيبة باك باك شورت شورت شورتز 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 بمعنى شورت هيلز هيلز بمعنى هزاء بقعب هيلز سوكس جوارب سوكس جوارب سوكس جوارب تاني احنا بنحفظ الكلام English يبقى نحفظ English عربي مش عربي انجليزي يبقى مثلا شورت بمعنى تي شيرت مش تي شيرتي يعني تي شيرت مثال تاني كبع يعني هات لأ غلط هات يعني كبع احنا بنكتب من الشمال لليمين نحفظ برضو من الشمال لليمين يبقى سكيرت شيرت 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 سكيرت 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 هات 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 درس 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 جاكت 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 سويتر سويتر قباية قباية شوز باك شورت هيل سوكس أمثلة للتوضيح I am wearing black socks I am wearing black socks أنا أرتدي جوارب سوداء I am wearing black socks أنا أرتدي جوارب سوداء I am wearing blue shirt أنا أرتدي قميس أذرك اللون أو لونه أذرك blue هنا black بمعنى أسود و blue بمعنى أذرك she is wearing pink skirt she is wearing pink skirt هي ترتدي جونيلا لونها وردي جونيلا يعني جيبة she is wearing pink skirt هي ترتدي جونيلا لونها وردي علي is wearing jacket علي is wearing jacket علي يرتدي جاكت الله أكبر ولا إله إلا الله I am wearing black socks I am wearing blue shirt she is wearing pink skirt she is wearing pink skirt علي is wearing jacket درسنا النهاردة كان بعنوان closes الملابس ودي أهم الملابس ودي أهم الملابس اللي بنرتديها بنلبسها ودي كانت أمثلة عليها متظروني في درس جديد motions المشاعر وأهم التعبيرات والكلمات بتاعتها و good bye كانت معكم ميس أميرة استلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو استفدتم لو سمحتوا like و share و subscribe good bye